السلام عليكم ورحمة الله موضوع فيديو اليوم تلفاز سامسونج 17 ربوسة LCD بمشكل سأصل بالكهرباء تظهر الصورة لثواني وتختفي ولو لاحظتم الجهة العلوية سأعيد الجهة العلوية من الصورة تظهر أغمق بالمقارنة مع الجهة الأستفلية وهذا يعطينا فكرة على أن المشكل قد يكون من إضاءة الخلفية أحد اللمبات بها خلل وبالتالي الأنفيرتر المسؤول عن إشعال إضاءة الخلفية يدخل في مرحلة الحماية لأن أحد اللمبات بها خلل هذا هو مشكل التلفاز سوف نقوم الآن بفتحه ونكتشف ما رأيتم تابعوا أصدقائي هذا هو شكل التلفاز من الداخل وكما تلاحظون التلفاز يحتوي على أربع لمبات إثنان جاءوا فيها الأسفل وإثنان جاءوا فوق إذن كما لاحظتم بأن الجهة العلوية كانت معتمع قليلا بالمقارنة مع السفلية إذن أكيد بأن أحد هذه اللمبات إحداهما بها خلل وبالتالي تعطي صورة معتمع من الفوق وتفصل الإضاءة بالكامل يعني ثانية تفصل لما تفصل لأن الأنفيرتر يكتشف بأن أحد اللمبات بها خلل ويفصل يعني يدخل في وضع الحماية إذن ما سوف أقوم بها الآن هو تحديد اللمبة العطلانة بالضبط ولاحظوا عندما أقول مصطلح لمبة لأن هذا التلفاز فهو LCD يحتوي على لمبات الفلور كهذا لا يحتوي على لدات فلهذا أقول لمبات واللدات تسمى لد لد ضوئي المهم كما قلت سوف نحدد الآن اللمبة العطلانة بالضبط وهي باستعمال لمبات أخرى سوف أقوم بتركيب هذه اللمبة هنا ونرى هذه اللمبة لدي الصوكت لها يعني أزلته يعني قمت بتجربة من قبل على هذه اللمبات المهم علي الآن بإزالة هذا الباور من مكانها وقوم بتلحيم الأسلاك يعني في الصوكت بالكاوية مباشرة من مكانها معلومة ليست مستشفى هناك هناك اركب الباور في مكانها و اجرب اركب لمبة واحدة هذه هي لمبة الاتفاز اركب واحدة فقط على هذا الشكل الآن سأجرب اوصل الكهرباء بسم الله كما تلاحظون الاضاءة اشتغلت و فصلت افصل الكهرباء الآن سابدل اللمبة هذه باللمبة الأخرى و ارى ان كانت الاضاءة سوف تظهر يعني تبقى مستقرة اشغل الآن هذه الاضاءة ولكن فصلت مرة أخرى اذا ما سوف اقوم به هو تركيب اثنان من اللمبات ربما يكون هذه الاثنان من اللمبات يعني اثنانهم بهم مشكل سوف احضف هذه الاثنان من اللمبات الأصلي اللي التلفاز و اركب اللمبة الأخرى لان هنا موجود لمبتان اثنان من اللمبات سوف اضيف اللمبة الأخرى و او انا او او انا اشت ghast شكرا شكرا و اشترا سأجرب مجددا رأيتم الآن اللمبة بقيت الآن شغالة بشكل مستقر الأنفيرتر الآن لم يفصل لأن كل شيء طبيعي فلا يفصل إذن هذه الاثنان من اللمبات العصلي اللي أتلفاز هما المشكل يعني عطلانين هما الاثنان الآن سأقوم باستبدالهم على ما أعتقد فهما نفس مقاس هذو سأستبدلهم بهذا ان شاء الله فأتابعوا أيضا أصدقائي سوف أزيل الآن اللمبة مكسورة هذه اللمبة لاحظوا لاحظوا إذن لاحظوا هذه اللمبة اثنانهم لاحظوا لاحظوا لم يبقى شيء لاحظوا كلهم يعني انكسروا على هذا الشكل كلهم 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 الأصلي لاحظوا أصغر حجما قليلا ولكن سوف أركبهم في هذا سوف أركبهم في هذا المسطرة الخاصة بهم هذا هذه اللمبة سوف أزيلهم من هذا المسطرة هذه هذه القطعة الحديدية سوف أركبهم في هذا المسطرة وأركبهم في هذا المسطرة إذن كما تلاحظون لقد تم التعديل بنجاح على هذا الشكل سوف أركب المسطرة هذا سوف أركب المسطرة سوف أركب المسطرة إلى نحن جيد هذا الشكل الآن سأقوم بجريب اوصل الكهرباء الآن بسم الله إذن كما تلاحظون الآن الإضاءة موجودة مستقرة لا تفصل هذه هي اللمبات التي ركبت إضاءة موحدة يعني متوازية إذن سأقوم الآن بتجميع الشاشة ونرى النتيجة النهائية تابعوا إذن بعد التجميع التشغيل بسم الله إذن كما تلاحظون الإضاءة هي متوازية جيدة الآن نعتي لنهاية الفيديو إذا عجبك الفيديو لا تبخل علي بلايك اشترك وإلى الفيديو المقبل مع السلامة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر